أنا عملت حقيقة دراسة على مجموعة من الأزواج ومجموعة من الزوجات وممكن يعني أوريكم الآن نتائج هذه الدراسة لما سألت الزوج وقلت له ما هو أكثر شيء أنت تخفي عن زوجتك فقال طرع عندي أنا طبعا في الدراسة رقم واحد أكثر شيء يعتبر الأزواج أسرار وما يكشفها للزوجة القضية المالية يعني سواء كم دخل الشهري كم راتبة أحيانا إذا عليه ديون أو قروض الجانب المادي بشكل عام يعتبره رقم واحد عند الرجل أو عند الزوج في قضية الأسرار رقم اثنين طلع معاي في الدراسة مشاكل العمل أن الزوج يكتم هذه الأسرار عن زوجته ويتكلم عن من أسرار العمل رقم ثلاثة طلع معاي أسرار الأصدقاء والأصحاب رقم أربعة إذا كان للرجل هذا علاقة مع النساء سواء كانوا النساء موظفات معهم مثلا في العمل أو عند علاقة عاطفية مثلا أو عند علاقة نسائية فيها الحالة هو يخفي هذه المعلومة عن زوجته لكن هذا في الترتيب كان رقم أربعة رقم خمسة الماضي لو الرجل هذا عنده ماضي وهذا الماضي اللي كان عنده هو يخفي ويكتمع ولا يتكلم فيه رقم ستة الأمراض بالنسبة للرجل لو عنده مرض ويعاني من مرض فهو لا يخبر زوجته أنه يعاني من مرض رقم سبعة طرع عندي مشاكل الأهل لو في مشكلة عند أخته عند أخوه عند أمه مثلا عند هلاء يعني يعتبر ترتيبها رقم سبعة من الرجال من حيث الأولوية في قضية أنه هل يصالح زوجته ولا ما يصالح رقم ثمانية طلع عندي في الترتيب لو كان هذا الرجل ما تزوج زوجة ثانية الزوجة الثانية طلع عندي في الترتيب رقم ثمانية رقم تسعة التبرعات بعض الرجال قالوا لا شيء يعني إحنا ما عندنا شيء نخفي عن زوجاتنا كل شيء نتكلم فيه وآخر شيء رقم هدعاش المشاريع المستقبلية ترجمة نانسي قنقر